موسيقى بالنسبة للأموال يعني الآن المال العام مال للنظام بعض الكتائب تأتي وتأخذ هذا المال تقول نحن إن لم نأخذه سيأخذه غيرنا أو يعود النظام ويأخذه ما حكم هذا الأمر مال المسلم محرم كمال كدمه تماما والرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع عندما قال إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شاريكم هذا في بلدكم هذا بالنسبة للاعتداء على مال المسلم الشخص المفرد العادي فالاعتداء على المال العام هذا أشد ظلما وجرما وأعظم إثما وذنبا لأن في الاعتداء الخاص عندما أتي أسرق من شخص أو أغصب ماله أو أخذ سيارته أو أستولي على بيته أنا اعتديت على شخص واحد أما عندما آتي إلى مثلا مستشفى ولا مطحنة مثلا ولا غلال ودقيق أنا هنا أخذ أتعدى على دم عدة ملايين على مال عدة ملايين من الأشخاص فهنا الإثم مضاعف وأعظم معناه ينبغي الفصائل أن تتفق فيما بينها من أجل توزيع إدارة هذه الأمور ولذلك الفتاوى التي صدرت من غالب الهيئات والروابط الشرعية السورية ربما بعض الفصائل لم تلتزم بها ربما هي معدودة الغالب الذي أصدر أن المال العام لا يعتبر غنيمة ولا يجوز أخذه ولا الاستيلان عليه المال العام لا يعتبر غنيمة لا يعتبر غنيمة ولا يجوز تقسيمه ولا الاعتداء عليه المدارس المستشفيات مثلا آبار النفط صوامع الغلال غيرها كلها المؤسسات البنوك الوزارات التي يمنى الله عز وجل علينا بالتحرير فهذه لا يجوز لنا أن نعتبرها غنيمة بل هي ملك للشعب كله يقتصر دور الفصيل على إدارة هذه المؤسسة طبعا الواجب والمفروض عندما تحرر هذه المناطق أن تتحول لإدارة مدنية بمعنى أن يخرج منها العسكريون ثم تكون بإدارة أشخاص مدنيين خبراء مختصين يديرون هذه المؤسسات تشغل حتى تعود البلد إلى طبيعتها هؤلاء المدنيون قد يكونوا موظفين سابقين قد يكونوا من الفصائل نفسها قد يكونوا بإشراف الهيئات الشرعية لا إشكال الأمر يعني متاح بعدة طرق ثم يصرف ريع هذه المؤسسات إذا كان لها ريع يصرف على المسلمين جميل فهي مؤسسات مال عام وتصرف في المال العام ويشغل فيها أو تشغل لصالح البلد